الآن يعني خاصة مع صعوبة الواقع المعاشي الذي نعيشه وارتفاع الأسعار حدثني عن الأسر التي استهدفتموها بالسلة الرمضانية السلة الرمضانية تقدم للأسر العادة المسجلة أو المعتمدة ملفاتها في الجمعية كأسر محتاجة أخذت عنها جميع المعلومات زي ما تكرر الأستاذ بوبكر التحري وزيارات وطلب أوراق معينة تثبت احتياج هذه الأسرة هذن يتلقون المساعدة طيلة أيام السنة وإحنا عندنا طبعا مبدأ أنه يجب أن نتنافسه مع الأسرة أنه الأسرة تطلع من المساعدة كيف الأسرة تطلع من المساعدة الجمعية؟ بتوفير الشيء اللي يخليها معاش محتاجة ما تفعل توفير فرصة عمل لأحد أفرادها؟ أحد الجوانب هذه يعني إذا كان الأسرة محتاجة في شيء صحي فقط لولي الأمر أو للأم نقوم إحنا باستيعابها للمشكلة هذه أو تقديم مساعدة فيها كإجراءة عملية جراحية مثل نحن نساعدنا حالات في إجراءة عملية جراحية في مساحات خاصة أو حتى في تونس يعني قمنا برعاية عمليات جراحية عدة فهذه المشكلة الوحيدة اللي تكون للأسرة لما إحنا نحلوها المشكلة هذه يعني إحنا يبدأ عندنا نجاح في إن إحنا نقلل من عدد الأسر المحتاجة حسب احتياجها فكتوفير فرص عمل للولي الأمر أو لأحد الأبناء أو لأحد البنات فهذا نجاحنا فيه لحد كبير بمساعدة أو بتعاون المؤسسات في المنطقة أو حتى في شركات خاصة أو رجال أعمال فهذا يعني لقينا فيه نجاح كويس ووثر وباقي الأسر طبعا تقعد معنا وتتلقى كل مساعدات لتتوفر من أهل الخير والأحسان طيلة أيام السنة وفي شهر رمضان طبعا تكون فيه سلة رمضانية مقدمة من نفس الناس هذه إحنا فقط نديره آلية متبعة كتوقيت أو توقيت زمني إن بداية شهر رمضان نعطوا سلة وفي منتصف شهر رمضان نعطوا سلة وإذا كان توفرت بعض الملابس لعيد الفطر أو بعض الأموال نعم ما الذي تحويه هذه السلة؟ السلة تحوي أطعمة ممكن على سبيل المثال زيت طماطم سكر أرزة شربة المونة العادية والأساسية في الاستهلاك الغدائي هذه لتحويه السلة عادة طيب الآن مثلا العيد يعني هناك مثلا أشياء تتعلق بالعيد ألبسها مثلا للأطفال؟ إحنا طبعا كل سنة فيه هو ناس يتعاملوا معنا كتجار ملابس تجار أحدية يعني كل سنة يمدونا ببعض الملابس وزا ما تقول في آخر أو آخر شهر رمضان نقوم العنصر النسائي في الجمعية بتنظيم هذا البرنامج واستدعاء الأسر هذه المحتاجة وحسب البيانات اللي عندنا كم تحتاج لشخص أو لطفل ومعروف العمر الطفل معروف متبت في الملف فتكون كل أسرة حاجتها جاهزة يجوا فقط أنهم يمروا ويأخذوا الحاجة هذه ويوقعوا على استلامها نعم فهذه أشياء يعني موجودة كل سنة نقوموا بها وناجحين فاها بإنسان الله طيب عدد الأسر هذه التي يعني تقدمون لها السلة الرمضانية هل هو عدد كبير؟ في بداية تأسيس الجمعية وصل عدد الأسر إلى 200 عائلة ولكن بعدين مع التعاون مع الجمعيات وحتى مع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة حاولنا أن نحن ندروا آلية أو منظومة لها العائلات هذه باش نحن نقلل من الازدواجية فنتيجة الازدواجية ونتيجة زيارات تانية ونتيجة تحسن وضاع بعض الواحدة قلصنا العدد هذا يصل الآن إلى 45 عائلة محتاجة فعلا ونقوم بتغطية حاجياتها حسب الإمكانيات المتاحة ما نقدبش عليك يعني في بعض الأوقات في أوقات السنة يكون فيه شح شوية من المعونات وتنقص علينا شوية نحاولوه وخصوصا للسنة الأخيرة يعني كلما تطور الظروف للأسوأ تنعكس علينا وهذه انعكست علينا بشكل مباشر لكن بوجه عام يعني وخصوصا شهر رمضان الحمد لله الخير موجود ونقوله بركة يعني والحمد لله الناس موجودة وهذا الحقيقة يعطي مؤشر على أن الخير والبركة موجودة في هذه البلاد ترجمة نانسي قنقر اوقيت شكرا